البارح كان ايضا اشرف حكيمي في الحفل هناك حفل الجوائز بالصح اشرف حكيمي الكاميرات كانت تتابعه في قضية اخرى ليست قضية ترشعه في المسابقات والجوائز والتشكيلة الميتالية وانما بسبب القضية التي اصبح يلاحق بها وهي قضية الاعتداء على فتاة بعد ساعة لبجرد اشرف حكيمي في اسبوع واحد فاشرف حكيمي لعب باريسان جرما صنع الحدث في المونديال ولكن الحدث لرصانعه هذه الساعات الماضية هو ما كشفته صحيفة الباريزيان انه يواجه اتهاما بالاعتداء على فتاة شابة في منزله المدعي العام في نونتير الضحية الغربية للعاصمة باريس فتح تحقيقا في قضية الاعتداء طبعا انا انخير لكم الكلمات لان الصحافة الفرنسية تستعمل الكلمات مباشرة كما في قضية سعد المجرد استعملت الكلمات بطريقة مهذبة بالصح الفعل باشع وفيه كلمات واوصاف باشع فالفعل الاعتداء وفق ما افاد مصاد المطلع على القضية لفتت لباريزيان الى ان الضحية لا ترغب في تقديم شكوى بل مجرد الكشف عن تعرضها للاعتداء من قبل اشرف حكيمي ليتولى مكتب المدعي العام للقضية القضية عود عدرا ويعمل المحققون على الملف الفتاة تبلغ من العمر 24 سنة وتعرف عليها اشرف حكيمي عبر الانستجرام في 16 يناير ويوم السبت الموافق 25 فبراير ذهبت الى منزلي يعني ما استلناش بزيار فصير شهر برك 16 يناير 25 فبراير فكان هناك يعني عملية الاعتداء حسب ما ذكرت ايضا لباريزيان ويكالت فرونس بريس قالت ان مكتب المدعي العام في نونتير فتح تحقيق ولا نعرف حتى الان اذا كان سيتم استدعاء اللعب او لا نعطيكم رأي بموضوعية اشرف حكيمي اعطى صورة اخلاقية جميلة في المونديال مع والدته ومصاريه وحياته يتم كشف القضية في ليلة دباست الفيفا ليس تصرفا بريئا اما الفعل في حد ذاته هذه هي صورة البارح في اللحة فهو حاول يكون مبتسم قدر الامكان بصح كانت كان ضغط على القضية وضغط على هذا الخبر فقلت بانه اشرف حكيمي اصبح نموذجا ولكن القضية في حد ذاتها لا يمكن استبعادها يعني لا يمكن باي حال من الاحوال القول ان القضية غير موجودة لا دخانة بدون نار ويتم كشفة لباريزيان هذا هو موقع لباريزيان الذي كشف قضية تورط اشرف حكيمي في قضية الاعتداء ايضا نعطيكم خبر في دقيقة